أكدت غرف العمليات الرئيسية بعدة محافظات على مستوى الجمهورية رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة العصفة دانيال ومتابعة حالة الطقس أولا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين ففي مطروح وجهت المحافظة برفع حالة الاستعداد وتأهو بفرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين العامة والطريق الدولي وتفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وتلقت وزارة الموارد المائية والري تقريرا بشأن موقف العصفة دانيال وتأثيرها على محافظة مطروح وأكد تقرير استقرار الأحوال الجوية وتوقف الأمطار على مدن ومراكز المحافظة بعد خطولها بصورة متقطعة على بعض المناطق دون أن تتسبب بأي سيول أو أضرار كما شهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة دون أي تأثير على الحركة المرورية والحياة العامة للمواطنين وفي هذا السياق ننتقل إلى كريم بيبرس من محافظة الأسكندرية ليطلعنا على آخر التطورات تفضل كريم تحياتي لكم وتحياتي لك يوسف ودينة وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل أنا الآن من داخل محافظة الأسكندرية وبالطبع الآن توابع عصفة دانيال التي أثرت بشكل كبير على الدولة الشقيقة ليبيا وبالطبع تعازينا لأهالي الضحايا في الدولة الشقيقة ليبيا ولكن توابع هذه العصفة هنا في الأسكندرية هناك بالطبع أمطار من خفيفة إلى متوسطة منذ أمس على الكورنيش أو على الطريق الرئيسي تزداد وترتفع سرعة الرياح من آن إلى آخر إلا أن ازدياد سرعة الرياح لا يؤثر بشكل كبير على أمواج البحر تظهر لأن محافظة الإسكندرية هي تطلع مباشرة على البحر الأبيض المتوسط وهو مؤثر بشكل مباشر على الدولة الشقيقة ليبيا ولكن هنا الرياح في ازدياد من آن إلى آخر ولكن أيضا الأمطار خفيفة إلى متوسطة وهناك سيولة مرورية برغم هذه الأمطار الخفيفة إلا أن هناك سيولة مرورية في جميع الشوارع الكورنيش الرئيسي بداية من الطريق الإسكندرية الصحراوي الذي انطلق من الجيزة إلى هنا محافظة الإسكندرية يعني ترتفع أو تزداد سرعة الرياح الرؤية متوسطة إلى جيدة تقريبا على الطريق السريع هنا داخل المحافظة في حد ذاتها الرؤية واضحة تماما ولكن ربما الغيوم غطت سطوع الشمس اليوم هنا في محافظة الإسكندرية أيضا بجانب ذلك محافظة الإسكندرية قامت بالتنويهات كبيرة واستعدادات كبيرة استقبالا لهذه العاصفة أو توابع هذه العاصفة منها بالطبع تنويه كبير وتنبيهات للمواطنين بعدم ركوب السيارات أو القيادة إلا للضرورة القصوى حتى تضطر المواطن إلى ركوب السيارة أو استخدام السيارة التي تزيد سرعته عن 60 كم في الساعة أيضا تنويهات للمواطنين بعدم ركن السيارة أو وضعها في أماكن قريبة من المباني المتهالكة أو حتى قريبة من الأشجار وإذا اضطر المواطن للنزول ينزل للضرورة القصوى فاقتنقى أيضا أرقام للطوارئ نشرتها محافظة الإسكندرية للتعامل إما مع جهات الصرف الصحي لتجمعات أي من الأمطار وهو رقم 175 وأيضا رقم لحطات المياه للتعامل المباشر وهي 125 ذلك هذه أرقام للطوارئ والتعامل المباشر مع تجمعات المياه أو حتى مع تجمعات الأمطار أيضا محافظة الإسكندرية كانت استعدت منذ أشهر تقريبا لبعض السيول المحتملة في فصل الشتاء وقامت بالفعل بوضع بعض أو حفر بعض المجاري المتنوعة في عدد من الشوارع لتصل من بداية الأماكن المرتفعة داخل محافظة الإسكندرية لتصل بشكل مباشر إلى بلعات الصرف في الإسكندرية لتصل إلى أيضا البحر لذلك الاستعداد بدأت منذ أشهر بالفعل وما زالت يعني الرؤية من حولي الآن ما زلت وأنا أتحدث إليكم سرعة الرياح في أزدياد أيضا ربما الأشجار من حولي ربما نوعا ما بشكل أو بقر تتأثر بشكل كبير لذلك التنويهات ما زالت مستمرة للمواطنين لكن سيولة مرورية كبيرة في الشوارع أيضا الأمواج ليست مرتفعة بشكل كبير لذلك نظرة عامة فهي الأمور متوسطة إلى جيدة تقريبا فيما يتعلق بالأجواء نعم هنا في الأسكندرية نعم يوسف الأجواء كما وصفتها كريم مستقرة نوعا ما السيولة المرورية ولكن التحذيرات يجب هنا بدورنا أن نؤكد على ما ذكرته من تحذيرات قامت بها محافظة الأسكندرية في هذا الإطار تكلمنا عن سرعة السيارات التي تتخطى سرعة معينة عدم استفاف السيارات في أماكن محددة أيضا أشارت كريم إلى أرقام الطوارئ ونعيدوها مرة أخرى رقم 175 ورقم 125 لأرقام للطوارئ نعيد التنبيه بها مرة أخرى على أهلنا في محافظة الأسكندرية وعلى المقيمين هناك الاطلاع على موقع المحافظة للتعرف على آخر التحذيرات أولا بأول أنا أشكرك زميلي كريم بيبرس من الأسكندرية على هذه الجولة المفصلة من هناك ترجمة نانسي قنقر